مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اليكم ملخص الاحوال الجوية المتوقعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة تقصي في اتياد الى حار نسبي وليالي معتدلة من حيث درجات الحرارة مشاهدين فاصل ونواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الاردن المهنية للاستثمارات مشاهدين اهلا وسهلا بكم مرة اخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ ان المملكة ستكون خلال الثلاثة ايام القادمة تحت تأثير كتلة هوائية تقريبا معتدلة الحرارة الى حارة نسبيا اللون الاحمر هو الحرارة الاعلى واللون الاصفر الاقل حرارة تقريبا تكون حول المعدل الاحمر اعلى من المعدل بقليل ولكن بشكل عام اجواء ما بين صيفية عادية الى حارة نسبيا الاحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة اجواء معتدلة بشكل عام درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 20 درجة مئوية اما الاحوال الجوية المتوقعة للثلاثة ايام القادمة يوم الأحد الأجواء مشمسة طبعا أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى من معدلاتها ما بين درجة إلى درجتين العظمى المتوقعة بحدود 31-32 والصغرى المتوقعة 20 درجة أجواء معتدلة أثناء الليل يوم الأثنين أيضا أجواء حارة نسبيا إلى أجواء صيفية عادية درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجتين العظمى المتوقعة بحدود 32-33 والأجواء معتدلة أثناء الليل والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية أيضا الثلاثة الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا والحرارة العظمى المتوقعة في عمان ما بين 31 إلى 32 والأجواء معتدلة ليلا والصغرى المتوقعة بحدود 21 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة نبدأ بالمناطق الشمالية أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا إربد 34-23 عجلون 33 إلى 21 جرش 33 إلى 22 والمفرق حارة نسبيا 34 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الوسطى وعمان أيضا أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا حارة في البحر الميت الحرارة في البحر الميت العظمى المتوقعة 40 والصغرى 29 مأدب العظمى 30 والصغرى 21 البلقاء 31 إلى 21 عمان 31-32 إلى 20 والزرقاء 34 إلى 21 درجة مئوية المناطق الجنوبية وخاص المرتفعات الجنوبية أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا الكرك 31-21 الطفيلة 30-20 الشراح 28-17 العقبة أجواء حارة العظمى المتوقعة 40 والصغرى 29 البادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية البادية الشرقية والمناطق الشرقية أجواء حارة الأزرق 38-23 الصفاوى 38-24 وكذلك الرويشد أجواء حارة 37 إلى 23 درجة مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة